ما ذنب العائلة لو كان بلاد مجرما ولا تزر وازرة وزر أخرى كما أتت عائلة صدام حسين بعد الحرب الكويتية إلى إيران إيران استقبلت عدي وقصي في كرمنشاه فهذه على أي حال أمور إنسانية لا يمكن الدخول فيها يعني أنتم استقبلتم عدي وقصي بعد الحرب في كرمنشاه؟ نعم نعم قصي وعدي استقبلناهم في كرمنشاه وأنا كنت في ذلك الوقت مترجم لهذا الوفد طاهي أسير رمضان طارق عزيز كلهم أتوا إلى كرمنشاه لأنه في ذلك الوقت العراق ممنوع الطيران فيه كان حظر جوي فكانوا يريدون الذهاب إلى دولة ما فأتوا إلى كرمنشاه وطاروا من هنا هذه قبل الحرب سيد أمير هذه المعلومة؟ قبل السقوط قبل السقوط زيان وبعدها عادوا مضطرين أم أنكم لم تسمحوا لهم بالطيران إلى دولة أخرى؟ هذه القصة جديدة يعني كانوا أحرار يعني كانوا أحرار الآن رغد عندكم في عمان اسألوها هي تعرف جيدا لأنها هي كذلك بعثت برسائل لترتيب بعض الزيارات السيدة رغد موجودة في عمان عندكم اسألوها فلذا أنا أعتقد أن هذه قضايا إنسانية الإيرانيين يتعاملون دائما معها حتى مع عدائهم في بعض الحالات الإنسانية يتصرفون لأنه إيران ليست دولة انتقامية وليست دولة حاقدة كما بعض الأنظمة التي نراك كيف يتصرفون حتى في عدوانهم في تصرفاتهم عندما تسيئ العلاقات كيف ينسوه جميع الحالات الإنسانية ومنهم صدام حسين يعني لا ننسى أنا شخصيا أبعدت من العراق وهجرت مع عائلتي من النجف الأشرف بصورة بائسة جدا وبالبيجامة وصدرت كل ممتلكاتنا عام تسعة و تقريبا عام ثمانين في نيسان ستة نيسان عام الف وتسعمائة و ثمانين موسيقى